السلام عليكم حلو الله بشباب حياكم الله طبعا فقرة جديدة فقرة كيف كيف راح نجاوب بها على أسئلة شاية أسئلوني بها دائما وإذا عندك سؤال كتبية بالتعليقات ممكن أسوي حلقة ثانية وطبعا حلقة تكون جدا سريعة أول شيء اليوم الحلقة متعلقة بكل أسطورة واحد يسألني كيف أطلب الكرة بكل أسطورة تطلب الكرة عن طريق ضغط زر R2 مرتين شخص ثاني يسألني كيف أخلي المدرب ما ينزلني حتى ترتفع لياقتي ولائب ما يكون مرهق تروح على بيانات اللاعب على طلب المركز من طلب المركز تختار تغلق كل المراكز عدم إجراء طلب لكل المراكز المباراة اللي بعدها راح تشوف المدرب ما راح ينزلك يوم تمارد تنزلك تطلب المركز اللي تريد يلعبك بي سؤال آخر كيف أخلي لاعبي يسدد الضربات الحرة عن طريق تدربه على ركلة مشط أمامية والتدريب ركلة مشط أمامية موجودة بخانة تدريب تروح تدرب اللاعب عاديه شون تزيدها تنقص من التمرينات الأخرى وتنطيه هذه المهارة هذه المهارة ضرورية والصراحة ما أعرفها شنية بالإنجليزي بس المهم احسب كم واحدة من فوقها سظاهرها أمامك بالشاشة واختارها هي وراء أكيد إن شاء الله راح يدرب عليها بس مو أكيد راح ينطيك الضربات الحرة احتمال راح ينطيك إياهم بعد ما تلعب أكثر من المباراة وإذا كنت لاعب خط وسط أكيد راح تحصل على الضربات الحرة إن شاء الله القريبة من خط الجزاء السؤال الأخير كيف أخلي الكاميرا العلوية تكون على الكرة ليس على اللاعب بالكاميرا العلوية هذه هي أعدادات الكاميرا العلوية يا شباب أما كيف تخليها على الكرة ليس على اللاعب نفسه فعن طريق ضغط التاش باد لوحة اللمس الموجودة بيد البي اس فور بالإكس بوكس الصراحة ما أعرف اللي يعرف هل يكتب خانا التعليقات شنية يضغط بالإكس بوكس حتى يحول الكاميرا إلى اللاعب أكو ناس واجهة تسألني بهذه الأمور أو على الكرة من الكرة على اللاعب يعني أنت بس تضغط التاش باد اللي هي لوحة اللمس ضغطة واحدة راح تحولك على الكرة ضغطة ثانية راح تراجعك على اللاعب وهكذا هاي حلقتي اليوم يا شباب أبطوا عن مقطع جدا سريع حبيت أفيدكم هذه المعلومات اللي دائما نسئلوني عليها وسئلة شائعة جاية تكون على هذه الموضوع ولذا شفتوا واحد سأل هذا عن هذه الأمور فانطوا رابط هذا المقطع وخلي يشوفها حتى يستفاد وشكرا لكم وإذا عندك سؤال كتب لي وخانا التعليقات وضغط لايك وشترك بالقناة فعل زر التنبيهات في أمان الله